كفاء حشيش بسم الله الرحمن الرحيم قفلت الباب عشان اصرخ براحتي النهاردة يوم جميل جدا جدا يوم الجمعة اجازة المحلات فعلا قفلت من سبعة ولا من ستة كمان الدنيا كانت كويسة حلوة جدا 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 بس في مشكلة ان امبارح بالليل بدأ طلعيزها بس النهاردة زادت شوية امبارح مش كل المحلات قلفلت شوية قفلوا شوية فتحوا النهاردة كله ملتزم بس في ناس جايب ونص ضرفة بس الجو هادي اوي طبعا انا خرجت بجيل كده اتماشى شوية فالهوا بعيد طبعا ان انا عمل حد خلاص بقى احنا بطلنا ولا سلام ايد ولا سلام رجل ولا بوس ولا احضان ولا ولا كباية شاي برا ولا كباية قهوة برا ولا كباية مرة بمية برا خلاص بقى هي كده خلصت عشان تقي نفسك ابعد عن كل حاجة من برا يعني لو عايز تخش الحمام حاسبه بقى الحمامات كمان الموضوع بقى دلوقتي بقى في حاجة تانية الناس اللي اللي في الشارع نغسل ايدي على فكرة عشان لما اعمل كده بقى خلاص شفت انا في امان ازاي صحة كده يعني كده كده انا ماشي صح الشارع مليانة شباب الشباب بقى تجمعت عشرة مع بعض ماشين خمسة ماشين ثلاثة ماشين استغربت كده من هم وفي اديهم سجارة بتلف عليهم واحد واحد طيب هم هيستفادوا ايه هنقول ان هم بيشربوا مخدرات طيب احنا فاهمين ان هم بيشربوا مخدرات وبعد شرب المخدرات طيب السجارة انا واحد اللي باشربها لكن لما يبقى قاعدين خمسة بتلف عليهم السجارة الموضوع كبير اوي الموضوع الاعصابي انا مش قادر ابن الذين لو واحد منهم جاكلوا العدوى من تحت اي بند احنا هيوصل لنا برضا هيوصل لنا برضا هيوصل لنا فيش فايدة طيب احنا مستهلكين الاخباية دول الشباب الزي العسل دول بدل ما هم انضيعين فلوسهم بدل ما هم انبادرين نفسهم وقفين على ناصر الناس يقول لهم اقعدوا في بياتكو اقعدوا في بياتكو اقعدوا في بياتكو يعني اقعدوا في بياتكو عشان المرض ما يتشرش لكن بالوضع ده المرض مش هينتشر المرض كده بيتعمق فعلا هيوصل لو الناس دي ملماتش نفسها يعني كل ام وكل اب سايبين عيالهم وبيتدون فلوس وينزول اقفشها مدارس افلت المستشفى افلت العيادة افلت والنصيبة واقفين وسجارة بتلف طب هي اخرتها ايه يا جدعان البتاع اللي بتشربو ده هيودكو في نصيبة هيجيبلكو نصيبة انتو اهليكو اهليكو دول بيروحوا سوق عند الجماعة اللي بيقعدوا يعملوا كده احنا مخلصناش احنا مبعدناش تقلب في الفاكهة واللي تعمل بها دي ام من بيت والبيت ده في شباب والشباب ده فيه اب بيطلع يشتغل يعني الاب اللي بيشتغل هيدخرب بيته والام هتمرض شعب مصر كله طب وبعدين طيب والراجل كمان هيدور في الاوتوبيسات يمرض الناس يعني مبعدناش الاوتوبيس والسوق اروح فين انا عايزين نعيش اللي اسواء قالك لحد ستة بالليل وهتقف يا عم الموافقين وهنطلع الصبح طب افرد واحد مصاب بمرض دخلي في الستين ومية ستة مية وقمسين طب اروح فين طيب اديني 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 طريقة امشيله طيب اروح اهرب اروح فين حد يفكر معايا انا مش طريق الهروب منين ما هو انت هتطلع برا البلد هو الكورونا قاعدة جوه البلد الكورونا قاعدة طب اديني اروح فين يعني كفاة كده كفاة حشيش الحشيش هيخرب بيوتكو والسجارة والتخميس اللي انتو بتعملوه ده هيودينا في دهية ستوب ستوب يا عم مش عايز اعرف السجائل نفسها ما تبطلوها كلام طبعا ليه قابليكم بس انا طبعا ليه حدود مفيش بقى اللي هم بيعملوه ده لا ستوب بقى ستوب كفاة كده النهاردة هنجيب سيرة بتاع الميكروباز فاكرينو؟ ولا هنجيب سيرة القوطة هي خلصانة هنروح فين بقى اديني طريق اشوف بس الحل ايه كده وانا بقى يتكلم برضو سلام سلام اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة